محطة المؤتمر الإقليمي لإقليم أسفي التي تنعقد اليوم كتنعقد تحضيراً للمؤتمر الوطني السابع المزمع إن شاء الله عقده في الشهر القادم في الشهر مارس تحديداً 4-5 مارس وطبعاً اليوم الحيز يطرح أسئلة جديدة من قبيل الغاية من ممارسة السياسة وأيضاً يطرح أسئلة من خلال موقعه الجديد كحزب أول في الحياة السياسية وكمتزعيم للأغلبية الحكومية طبعاً الحزب يشتغل ويتابع العمل التي تقوم به الحكومة إن على المستوى الاجتماعي والذي يجسيد الدولة الاجتماعية أو على المستوى الاقتصادي بالإكرهات المتعددة والتي يعرف مناضلنا جميعاً حجمها والتحديات المطروحة معها فحينما ينعقيد أو حينما يلتأم هذا المؤتمر فيلتأم بغاية واحدة وهي تطوير الفكرة السياسية وأيضاً المساهمة السياسية في أداء الحزب الاستماعي لقائل المواطنين تمت القضاياهم والدفاع عنها في مختلف المنابر هناك تحول اليوم على المستوى الإقليمي من شبه غياب على الساحة السياسية إلى وجود قوة سياسية ساعدة على المستوى الإقليمي هذا كله يتطلب دوع من الجلوس ومن الاستماع إلى القضايا الحقيقية والدفاع عنها وعوض لإنشغال بالقضايا الجانبية فعمل كبير ينتظر هذا القيادة الجديدة على المستوى الإقليمي وطبعاً على المستوى المركزي نتابع هذا العمال وسوف ندعمه في اتجاه تعزيز الهياكل المحلية وتجديد نخب نحو صعود جديد لنخب جديدة متشعبة بهذه الإشكالات المرتبطة بكل ما هو محلي في أفق بالورد سياسة عمومية تجيب على أسئلة يعني يشعروا بها أو يعاني منها المواطنين العمومة شكراً لكم سعيد جداً جدارة ساكيدة في مدينة حسابي كبيرة وكبيرة بسر اليوم حضرتكم هو شيء من الصرور أو بعد الصرور حب أنكم وزير من جذب الولماء الطرف الحكومة الحالية أسمعنا سيد نائب البرلماني وسيد المستقع إقليمي في قلوب إذناء اهتمام السيد رئيس الحكومة كبيرة وخصوص إخذيب أسئلة صحيح صحيح شوف هناك اهتمام بهذه المنطقة هذه لأنها منطقة وعدة وعندها يعني إمكانيات اقتصادية واجتماعية كبيرة جداً وأنا أعتقد بأنه الأوان لأنه هالتقسيمات الترابية اللي عرفتها المنطقة والخروج من جهة ودخول جهة وحدة وخرى ربما نعكس بشكلين أو بآخر على المصاردية التنمية هذه كلها قضايا داخل تجمع الوطنية الأخرى نقدم نحاول أن نشتغل عليها لنقدم إجابات خصوصة شكراً اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شكراً شكراً شكراً